أصدمك؟ تريد تتفاجأ؟ تريد تستوعب اللي راح تشوفه؟ قائد وأهم قائد مسويت جماعة فضائي تخيل اسمع اشقال اسمع في بارحة كان الاقتراع الخاص والحشد هو يمهتم بقضية الانتخاط خصوصا هاي السنة والاستعدادات والحكومة والدولة باتجاه هذا الموضوع وهي ممارسة ديمقراطية حقيقة اتفاجأ المديرية العزيزة مديرية الإدارية والمالية 272 مقاتل مادا زين اسمعهم للاقتراع الخاص زين انتوا هاي هم حقوق مما الفرقة وتظلمون انا مادا افتهمني والاكثر من هذا انه هو قائد الفرقة اسمه مجاي فالظاهران فضائي وانا ما ادري روغة فوغة تسمعت؟ تقول اللي هو قائد الفرقة اسمه يعني ما رايح للانتخابات ليش فضائي تخيالي يقول الظاهر الجماعة شايفين يااني فضائي لو تعرف من هو ميثم الزيدي هذا القائد والسوة في تحرير العراق شان تقول مع الاسف مع الاسف الانسان النزيح والشريف بهذا البلد يحكي بهذه الطريقة لانه تعب تعب الرجال من عندهم وإذا تروحون شوفون هذا الفيديو أو تلقون هذا الفيديو راح يقول إجاني شيخ وإجاني حجي اثنيناتهم وأنا ما قاعد يوم ولا ألتقي بيهم بس قاعد باجتماعه وطبوا علي قالوا قالوا وارريد نحكو ياك يقول قالولي نريد نخلص من أبو مهدي المهدي تخيل الحجي والشيخ عرفتوهم منهم الحجي والشيخ قالوا قال لهم آني آني أوصل لهاي المرحلة وخلصوا منه حتى ياخذون الحكم تدعون ليش؟ لأن أبو مهدي قال لهم الحشد ما يدخل بالسياسة ولو تحلمون الحشد ما يدخل بالسياسة فخلصوا منا ودخلوا الحشد بالسياسة وصار الشيخ والحجي هم من يحكم البلد ورأبو مهدي ولو أبو مهدي موجود كان يبقونوا محجمين